الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم جمهور أنس وأصالة على شهد وسيمند للمرة الثانية اللي يعرف شون اللي صاير فأنا نزلت مقطع وقلت بي أنه أنس وأصالة جمهورهم ديتهجمون على شهد وسيمند بسبب هذا المقطع اللي كان فيه نسبة تشابه مع مقطع أنس وأصالة ولكن هناك عدد من المتابعين قالوا أنه الموضوع صدفة وأنا منهم رغم أنه تصويت اللي سويتها بالمنتدى الأغلب قال تقليد ولكن حاليا شون اللي صار أنس وأصالة نزلوا هذا المقطع وراء بكم يوم شهد وسيمند نزلوا هذا المقطع مبارحة اللي كان نوعاً ما مشابه المقطع أنس وأصالة فالتعاليق تفجرت عدهم بالأشخاص اللي يقولون لهم أنه تدت قلدون أنس وأصالة والتهجم كان أكثر وأكثر بسبب مقطعي لأنه أنا قلت بي الطريقة اللي كانت مساوميها شهد وسيمند عمودي منعون تعليقات أنس وأصالة فما أدرك تبولي بالكومنتات هل الموضوع صدفة أو موضوع صار تقليد الخبر الثاني اللي عدنا عن ياسو وريدر والمشكلة اللي صايرة ما بينهاتهم للأسف يا حباي بشكل القصص صار الصدق طبعاً ما يعرف شنو اللي صاير فأني نزلت على القناة تقريباً مقطع وقلت بي أنه تركه وبعض بحيث أنه ريدر لغى الفولو من حساب ياسو بالإنستجرام وبعدها طلع ببث مباشر والكل كان يسالة عن ياسو هو ما يجاوب عليهم ولكن بعدها بكم ساعة نزلت مقطع وقلت أنه هما رجعوا البعض بحيث ريدر رجع الفولو من حساب ياسو ولكن حالياً ريدر رجع لغى الفولو من حساب ياسو بالإنستجرام وياسو أيضاً لغة الفولو من حساب ريدر بالإنستجرام فمستحيل صارت صدفة الموضوع بعدها ياسو نزلت بحسابه الإنستجرام هذا الستوري تتحسر بي على طيبة قلبها صراحة أنا نشي تحاس أنه صاير ما بينهاتهم شيء أو مشكلة معينة لأنه ريدر من نزل أغنيته كارنفالي جديدة فياسو ما علقت عن الموضوع ولا نشرت اللي هي بالإنستجرام وهما صار لهم فترة طويلة ما يحكون بالإنستجرام فأتمنى صراحة أن يرجعون لبعض لشان بياتهم مشاكل مو أكثر الخبر الثالث اللي عدنا عن نور ستار وأعلانها عن أغنيتها الجديدة اللي رح تنزل بهذا الشهر لو بالشهر اللي وراء فنور رزلت على حسابها بالإنستجرام ستوريات تعلم بيها عن الأغنية وبنفس الوقت قالت الأغنية ممكن تكون دستراك أو لمحت على هذا الشيء شوفوا الستوريات وغايز هالمرة لا رح حمسكن ولا رح أحكي بس فيه لكم اشتغلت شغل تبع عشر ميوزيك فيديو على هال ميوزيك فيديو إشاعات وأقوال وكتير أشياء حتصير بس تنزل هالغنية لأن هالغنية أنا عاملتها لشخص معين أول مرة بعمل هيك شي بس بس تنزل حتصير كتير بلبلة وتذكروا هالستوري الخبر العسري اللي عدنا عن نور مار وعن وصول أسابة تيك توك للعشرة مليون بمتابع فألف مبروك على هذا الإنجاز ويستحق الميت مليون إن شاء الله يا رب فباركوا لي يا حبايب بالكومنتات وبس والله إحنا وصلنا هات المقطات من المقطات أعجبكم لا تنسوا ونضعون لك واشتركوا بالقناة كان يوكم فهد الزين من قناة منبكة الخصص ومع السلامة